تهلها من موقع القدس العربي الذي عنونا نهاء لوسيل ملحمة كروية برهانات متعددة ويقول المقال أي كان الفريق الذي سيرفع لاعبوه اليوم الأحد في الملعب لوسيل الكأس الذهبية كأبطال للعالم فإننا سنكون أمام لحظة تاريخية فعلاوة على أن كل من المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني يسعى إلى التتويج بموندياله الثالث إلى أن فوز الديوك سيجعلهم أول منتخب يحافظ على لقبه المونديالي منذ ستة عقود بينما سيضع أحراز الأرجنتيني للقب حدا لصيام استمر 36 عاما هذه المباراة التي لا تبدو سهلة يقول المقال لأي من الفريقين ستكون فرصة لمواجهة خاصة ذات رهان فردي بين ليونيل ميسي وكليان مبابي فقد تكون حاسمة في السباق على الكرة الذهبية لأن اللاعبين يقدمان حتى الآن موسما رائعا من مع نديهما باريسان جيرما ومونديالا رائعا من حيث عدد الأهداف والتأثير موقع العين الإخبارية عنونت كيف تشاهد حفلة اختتام كأس العالم 2022 ولطالما كانت الحفلات الافتتاحية والختامية لبطولات كأس العالم مثيرة وتجذب أنظار العديد من المشاهدين يقول هذا المقال حتى ممن لا تشارك بلدانهم في المسابقة بحسب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فإن الحفل سوف يبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت قطر والسعودية والسادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر هذا يعني أن الحفل سينطلق تقريبا قبل ساعة ونصف من بداية مباراة نهاي كأس العالم 2022 على أن يقام بملعب لوسيل وبحضور جماهيري كامل كالعادة وسينقل حفلة ختام كأس العالم 2022 عبر القناة المفتوحة لمجموعة قنوات البيان سبورتس وكذلك قناة الكأس الرياضية واحد المتاحة للجميع مجانا موقع الجزيرة لعنونا أنفق كل مدخراتهم مجانين الأرجنتين يقاومون الإفلاس وأزمة بلادهم الطاحنة لتحقيق حلم المونديال ورغم المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد فإنهم يقول هذا المقال لم تمنع الألاف من تكبد عناء السفر وتكاليفه وتحمل قطع الألاف الكيلومترات من أقصى القرى الأمريكية الجنوبية إلى شبه الجزيرة العربية من أجل تقديم الدعم للمنتخب في حين اضطر العديد منهم إلى بيع أغلى ممتلكاتهم في سبيل ذلك يقول المقال في سوق واقف أو في مشيرب أو في كورنيش الدوحة أو في مختلف الساحات والأماكن السياحية لن تجد لونا طاغيا إلا الأبيض والأزرق السماوي الذين يميزان القميص الرسمي والعلم الأرجنتيني ولا يشغل بالهم وأنفسهم الآن سوى أمر واحد وهو حمل أغلى كأسي في العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما موقع روسيا اليوم عنونا في هذا المقال زيدان يرفض طلبا للاتحاد الفرنسي قبل لقاء فرنسا والأرجنتين حيث وجه أسطورة الكرة الفرنسية والمدربة السابقة لريال مادريد زين دين زيدان صدمة قوية للاتحاد الفرنسي بشأن كأس العالم 2022 ووفقا لإذاعة مونتي كارلو فإن الاتحاد الفرنسي وجه دعوة للعديد من اللاعبين السابقين لمنتخبي فرنسا لحضور المباراة النهائية لمونديال قطر التي ستجمع اليوم الأحد بين فرنسا والأرجنتين على ملعب لوسيل وكانت الدعوة موضع تقدير كبير من قبل بعض اللاعبين السابقين بينما رفض البعض الآخر تلبيتها وفي مقدمتهم زين دين زيدان ومن المعروف أن زيدان يعد المرشح الأبرز لخلافة المدرب الحالي ديدي ديشون على رأس الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا في حال رحله موقع الكأس عنوان الحكم البولندي مارشينياك إدارة نهائي المونديال غد اليوم أمر لا يصدق حيث أكد الحكم البولندي شيمون مارشينياك أن إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 أمر لا يصدق وأضاف مارشينياك صاحب الـ 41 عاما في تصريح لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنا فخور جدا بنفسي وبفريقي لأن هذا ليس بفضل شيمون مارشينياك فقط بل ثمرة جهد فريق عظيم نعمل سويا منذ مدة طويلة جدا وأصبحنا بمثابة عائلة وذلك في إشارة منه إلى الحكمين المساعدين وبافو سكولونيشكي وتوماش ليسكيفيتش ويذكر أن هذه النسخة الثانية من كأس العالم التي يشارك مارشينياك بالتحكيم فيها بعد أن أدار مباريات في روسيا سنة 2018 كما يعتبر حكما دائما أو حكما دائما المشاركة في إدارة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم كما سهم بالتحكيم في كأس العرب قطر 2021 إلى الفاصل